اشتركوا في القناة على احد اخطر العناصر الاجرامية المطلوبة عالميا والمدرجة على قوائم الانتربولي ويعد من اشد تلك العناصر خطورة لما هو منسب اليه من ابتهامات دعت السلطات الهولندية الى وصفه باء المجرم الاخطري واوضحت ان المتهمة يدعى ردوان تاغي وعمره 41 عاما وهو رئيس منظمة ملائكة الموت الاجرامية حيث صدرت بحقه مذكرات قبضا دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء الى منظمات اجرامية خطرة بعد ان دخل اراضي الدولة منتح لنهوية شخص اخر وكان يقيم في احدى الفلل السكانية في امارة دبي موضح ان القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمير مع الشرطة الهولندية والانتربولي واشاد اللواء عبدا له خليفة المريت القائد العام بدور وحرفية فرق العمل في الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في ضبط المتهمة والتعاون الفعال بين شرطة دبي والسلطات الهولندية اكد ان شرطة دبي والاجهزة المعنية تحت مظلة وزارة الداخلية لديها من الامكانات والقدرات ما يمكنها من كشف غموض اعقد القضايا ويعينها على القبض على اخطر المجرمين لفتا الى ان الاجهزة الشرطية والامنية في دولة الامارات تضم نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة ذات درجة رفيعة من الكفاءة تمكنها من كشف غموض اصعب القضايا واكد ان شرطة دبي بعملها تحت مظلة وزارة الداخلية تترجم نهج دولة الامارات في التعاون المثمر الهادف الى نشر الامن والامان في العالم والتصدي للجريمة في كل مكان بمد جسر التواصل الفعالة مع مختلف اجهزة انفاذ القانون الدولية وفي مقدمتها منظمة الانتربولي لتأكيد الاسهام الايجابي للدولة في جعل العالم كان ينعم فيه الجميع بالامن والامان واوضح ان المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبي استخدما وصائق رسمية جواز سفر رسم وتأشيرة سفر بهوية غير هويته قادما من هولندا وتمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من السلطات المعنية في دولته ويقيم في احدى المناطق السكنية في دبي دون ممارسة اي نشاط اجرامي وكان يستعين بمساعدنا من جنسيات مختلفة لتسيير اموره واحتياجاته الحياتية اليومية واشار المريو الى ان المتهمة يحمل الجنسية الهولندية ويعد من اخطر المجرمين في هولندا لخطورة الجرائم المنسبة اليه وتتنوع بين جرائم القتل والاتجار في المخدرات برئاسته لمنظمة تحمل اسم ملائكة الموت وهي كذلك من المنظمات الاجرامية الخطرة في هولندا لاسيما انخراطها في مجال تجارة المخدرات واضاف ان المتهمة ارتكب جرائم عدة في اوروبا وافريقيا وتمكن من تفادي الاجهزة الامنية نظرا للجوئه الانتحالي هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن اعين رجال الامن فيما وجه ايريك اكيربون القائد العام للشرطة الهولندية الشكر للسلطات الاماراتية وشرطة دبي لتعاونها وجهودها في تعقب المتهم التي تكللت في النهاية بالنجاح بالقبض على ردوان تاغي الذي يعد احد اخطر العناصر الاجرامية في هولندا اوكدا ان تعاون شرطة دبي كان له عظيم الاثر في تحقيق هذا الانجاز الذي يأتن مذجن جسد الاثر الايجابي الكبير لتضافر جهود الاجهزة الشرطية في مكافحة الجريمة المنظمة في العالم وعن تفاصيل هذا التعاون قال العميد جمال الجلا في مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ان السلطات الهولندية طلبت المساعدة في البحث والتحري عن المذكوري لاحتمال وجوده في امارة دبي او في الدول المجاورة بينما كانت السلطات الهولندية تواجه صعوب بالغة في التوصل اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه مدحن تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط الادارة وافرادها ممثلة في ادارة المطلوبين للبحث والتحري وجمع المعلومات ما قاد إلى تحديد مكان اقامته والقبض عليه مع اطرفا بارتكابه الجرائم المنسوبة اليه وذكر الجلا فانت الصعوبة التي واجهتها السلطات الهولندية في ضبط المتهم قادتها إلى رصد مئة الف يورو مكافأة للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على رضوان تاري لخطورته شيرا إلى إحالة المتهم إلى السلطات القضائية المعينة في الدولة لاتخاذ اللازمة وفق الإجراءات القانونية المطبعة في مثل هذه الحالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر